السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهر ده ان شاء الله ناخد موقع جديد لربح المال اسمه افيزو دوت بيزيد. الموقع هسيب لك الرابط في الواصل اسفل الفيديو في اول تعليق مسبت. الموقع عبارة عن ربح مال عن طريق عمل حاجات كتير. عن طريق مشاهدة اعلانات. مشاهدة فيديوهات. عمل مهام انك انت بتشترك في المواقع وبتسجل عليها. عشان تشتغل عشان تسحب من الموقع هو ده الرصيدك الرئيسي. عشان تسحب من عليه بتضغط على ماستر اكاونت وتضغط عليه ضغطة. وبعد كده بتضغط على كلمة بيير. وبعد كده بتجيب دي هنا كده. وتقول له او السحب. اطبع مشاهدة اسحب دولاتي هسحب في اخر الفيديو عشان اقول لك اثبات السحب وارهولك. من هنا. بنضغط على اعدادات. وبعد كده بنقول له او اموال. وبنحط حسابنا في بيير. وبنقول له حفظ. بتكتب بين كود مقاومة اربع ارقام انت بتجيبهم انت بتعملهم. انت ما بتعملهمش انت بتبعتهم البين كود ده بتجيبه ازاي? البين كود بتجيبه عن طريق انك انت بتضغط هنا على جيت بين كود او هنا. اللي هي الزرار ده. بعد كده بيجي لك رسالة على ايميلك بارقام. الارقام دي اتدخلها هنا وتقوله عشان يتاكل ان ده حسابك بالفعل. ده عشان تحط حسابك في بيير. قال لحضر السحب هو تلاتة دولار على بيير. تلاتة روبل على بيير. الدولار واحد دولار. الواحد دولار بيساوي اربعة وتسعين روبل بعملة اليوم. عشان تربح منه بتضغط انا هقفدي خلاص. اول حاجة اللي هي اعلى حاجة. اللي هي المهام. اللي هي عبارة عن ايه? هي بس مطولة جدا نشرحها. انا عملت لك في فيديو مستقل. واقول لك بالتفصيل بالزبط ازاي تعمل مهام. احنا دلوقتي هناخد السيرفنج او التصفح او المشاهدة. تصفح المواقع. مسلا هاخد موقع زي ده اضغط على ضغطة. وبعد كده بيقول لي اضغط عليه. هيحمل لي صفحة جديدة خالص. ويجي لي هنا عدات ثواني خمساشر ثانية. بعد ما بيخلص بضغط على الزرار. كده انا عملت المهمة وخلصتها. هقول لكم ازاي. خلصتها اضغط على الزرار ده. كده خلاص تم عمل مهمة لو رجعت ثاني للموقع. واللي تم عمل مهمة بنجاح. وحصلت على واحد من مية من الروبل. تمام? طبعا هو ده مبلغ بسيط جدا. عايز تعليه شوية بتضغط اليوتيوب. بتتفرج على فيديوهات يوتيوب. انا مفعش هتفرج دلوقتي عشان يحزرنيش. مسلا فيديو ده عشر ثواني هتاخد اتنين من مية روبل. هنا ده برضو اتنين من مية عشر ثواني وهكزا. في حاجات طبعا اكبر. عشان ترتبوا بالنسبة اللي هو اكسر مبيعا بتقوله. اللي هو اكسر اللي هو اكتر واحد غالي. ده بيقول لك سبعة مية روبل مية وتمانين سانية. بتضغط عليه يحولك على فيديو على اليوتيوب بتتفرج عليه. هجيب لك واحد اوه هنتفرج على واحد مسلا ده. هنتفرج على واحد بس عشر ثواني. عشان من ايه? ننجز الوقت. هنضغط على مسلا فيديو زي ده. هيجي لك عداد العشرة ثواني فوق. اول ما بيبدأ الفيديو التحميل بضغط ضغطه. ممكن اقلل الجودة. ان علمت الاعدادات هنا بغير الجودة خليها بدل سبعة مية وعشان خليهم اربعة واربعين. واستنى العشرة ثواني يتموا. وبيقول لي خلاص تم عمل المهمة او مقافلها. بيجي لي باللون الاخضر ان تم عمل المهمة بالفعل. لو عملت رفريش. اعمل رفريش. معي سبعة وعشرين تراتة وتراتين بقى سبعة وعشرين خمسة وتراتين بالفعل عمل المهمة. هو المعقع ده الروسي باللغة الروسية بتنزل اضافة اضافة جوجل كروم. اسمها جوجل ترانسليت. وبيتقول له ترجمها لي ممكن ترجمها انجليزية او عربية او اي لغة. بتختار من هنا وتقول اغطيها اللغة اخرى. وبتختار اللغة اللي انت عايزها. طيب الحاجة بقى اللي هي الربح الكبير بالنسبة لي بعد او بعد المهام. الحاجة اسمها الفيس بوك بس خاص بروسيا. عشان بتشترك فيه اول حاجة بتاعي من حساب في اه او في انا عندي حساب فهخش بالحساب ده. بعد ما سجلت بالحساب ارجع تاني على الموقع واعمل مهمات ستاكد ان هو فتح على الموقع فعلا فتحه اهو. هقفل بقى الصفحة دي خلاص انا مش عايزها. وخش هنا بقى بيقول لي المهمة الواحدة انك انت تنضم الجروب هتاخد واحد من عشرة من الروبل. واحد من عشرة مش واحد من مية واحد من عشرة. طبعا دي كبيرة بالنسبة لايه? انت مش تاخد ثواني فيها. يعني ابدأ المهمة هيحمل لي صفحة. انا هشوف صفحة دي لائقة ولا غير لائقة? لو لائقة هشترك فيها ما فيش مشكلة. هقول له لو مش لائقة مش هعمل المهم اصلا. هي الصفحة اصلا انا بالفعل عمل لها لو ضغطنا على امور هنا هيقول لي او عدم متابعة اهي يبقى انا اصلا عمل لها فانا كده اقول له انا عملت المهمة اقول له هقول لي تم اضافة واحد من عشرة بقى سبعة وعشرين وخمسة وربعين من مية. لو ضغطنا هنا دي دي على طول بتتحط لحظي. هنا مسلا هعمل مهمة تانية بيقول لي بالنون الاحمر بيقولك هو آآ خلص او انتهى من آآ يعني ما فيش مهمات جديدة في في المهمة دي. يعني خلاص المهمة دي الناس عملتها خلاص كلها. كده هتغط على المهمة التانية واحد من عشرة برضو. اقول له بعد كده بتجيب لي زي شاشات وغسلات يعني زي مطجر مطجر كده اقول له فولو ما فيش مشكلة حاجة محترمة نقول له فولو وبعد كده برجع على الموقع بعد ما يتم الفولو برجع عليه واقول له تشيك يعني اتأكد انا عملت المهمة بنجاح ولا لأ اقول له تشيك. خلاص بيقول لي تم عمل مهمة واتأكد فعلا ان المهمة عملت. آآ خلاص كده تمام اقوم اقافل الصفحة. ومعامل ضغط على كلمة تاني كأني بعمل لها بالزبط. يعني كأني بعمل تاني. مفيش حاجة مفيش مهمات تانية. اشوف بقى اممكن اعمل مهمات يوتيوب. تانية مفيش مشكلة. اه مسلا اعملها بالنسبة اللي هي الاكسر. آآ تكلفة اللي هو اللي هي اكسر ربحا. هيقوم راتبها لك هيرتبها لك كل الفيديوهات هيرتبها لك من اقصى ربحية للاقل ربحية. يعني اقصى واحد سبعة من مية في تلاتة من مية في تانية وعشرين من الف وهكزا. جايبها لك بالترتيب من الاعلى من الاكتر من الاكبر مبلغ للاقل مبلغ. يعني ننزل تحت خلص هتلاقي اقل مبلغ ومسلا واحد وعشرين من مية او اتنين من الف واحد وعشرين من الف او اتنين من مية واعلى مبلغ سبعة من مية او خمسة وسبعين من الف عشان نسحب بقى هضغط هنا على ماستر اكاونت. بضغط بير. وهم اعمل كده دي. واقول له انا بس هفتح حسابي في بيري الاول قبل ما اعمل الحركة دي. وارجع لكم. دلوقتي انا هحسابي في بير في عملة الروبل مية وواحد روبل وخمسة من مية. انا دلوقتي هعمل سحب اقول له باي اوت. هسحب سبعة وعشرين ونصف. بقول اللي تم السحب هم ادخل على بير واعمل ونشوف هيزيده سبعة وعشرين ولا لأ. هندخل على الانشطة. من هنا نشوف اخر تحويل تم. تم التحويل في حداشر تلاتة. سعر اربعة ونصف. يعني تم الحويل الدول. انا هنكتوب ببص على الرقم الغلط المفروك تبص على الدولار. عشان هشوف يتحول لي من مين? تحول لي من موقع افيزو دوت بيزد. تحول لي بما يكافئ تمانية وعشرين من مية من الدولار. يعني تمانية وعشرين سنت. الدولار بيساوي مية سنت. يعني معي تقريبا اكتر من ربع دولار. تمام? وده اسمه اثبات السحب. بانك انت سحبت المبلغ وتأكدت منه. وتأكدت فعلا ان هو سحب. الموقع سحب. الموقع فعلا صادق. والتمانية وعشرين سنت اتحطه على الحساب الدولاري. عشان انت لو تلاحظ. بيقول لك حول لك على البايير يعني حساب الدولاري في بايير. يعني انا مش هحاول على الروبل لا هيحاول على اللي هي علامة اللي هي الدولار دي. فانا مركزتش هي كانت كام? اما عملت فانا عشان كده استقربت عملت كذا مرة وما جاتش. فانا عادت ابوص على الروبل وانا نسيت اصلا ان هو هيتحاول على على حساب الدولار. دي كل حاجة ارابط يكون في فيديو اعجابكم. اشتركوا في القناة وعمل اعجاب للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.